انا بس قبل ما تطلع الفاصل لان انا كنت سألت سؤال والاعداد جابهوني طلبات كترت بس هي لصالح لله المشاهد احنا لما بنقول حاجة عايزين نقدمها مش مجرد خبر يعني لما بنحتفي بصارة سمير بطلة الاسقال هي اخذت تلات مدليات دهب قولنا في البحر الابيض وبعدين في بطولة العالم لكن افرد ان بطولة العالم ده استاذ ابراهيم لم تحقق ارقام قوية وماشتركش فيها ابطال العالم الحقيقيين يبقى ملهاش قيمة يبقى ميداليات ابس المضمون مش قاوي فانا طلبت قلولي مقارنات فاكتشفنا الاتي ان صارة محمد يديك الحقيقة يشكر عمل مجود كويس صارة لما لعبت البطولات اللي فاتكت بتلعب وزن ايه 69 غيرت الوزن ما غيرتوش للاخاف غيرتو للاتقل عملية اصعب بقت بتلعب وزن 76 كابت مجموعتها 200 61 الرقم العالمي مش العالمي بطلة صاحبة المدالية الولمبية في هذا الوزن جايبة 263 اكبر من صاحبة المدالية الفضية بعشرين كيلو تقريبا يعني ده رقم كان يجب لها الفضية الولمبية الفضية بميزة تنفسية عالية مش في الضية كده في الضية الاخر وقت ما تشعرف ميلي حيوضت ده دي قيمة ان انا اطلب المقارنات هي دلوقتي في التصنيف العالمي السنة دي هي متصدرة وراها بطلة امريكا بطلة امريكا ولا عشان ما فتيش تتصد كده اه الامريكا مارسا روجر ان وبعدين الفرنسية ماري جوزيف فيجو سوماسو فيون كيم بطلة كوريا الجنوبية في المركز الرابع احنا بنقول لكم الكلام ده وناس كتير هتقول لك احنا ملنا ملقى رفع الاسخان والنبي عايزين يبقى ملكه اللي العاب دي جميلة والابطال دول عايزين نسلطوا الضوء عليها وعايزين الدولة تنتقي الابطال دول ومهما تكلفوا علينا يستحقوا مننا ونستعق منهم بطولات ده كلام مهم مبروك للربعة سارة سمير احراز زهريات بطولة العالم